ولمناقشة كل هذه التطورات الفلسطينية انضم إلينا من رامالا الكاتب والمحالل السياسي أنور رجب ومن الناصر انضم إلينا الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الإسرائيلية نظير مجلي ومن القاهرة العاصمة المصرية أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة أبدأ من ضيفنا من رامالا سيد أنور سيد أنور إذن كنا نتابع ما يكشف عنه إسرائيليا حول هذه الصفقة المحتملة أو المرتقبة الخطوط العريضة على الأقل التي جرت تباحث حولها إسرائيليا ماذا عن الجانب الفلسطيني وأقصد هنا حماس تحديدا خطوط حماس العريضة المتبقية إلى غاية الآن مساء الخير أخت الكريمة وتحية لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين قناتكم يعني من الواضح أنه نحن أمام الآن إطار عام جديد ناتج عن باريس 2 وهذا الإطار لا يختلف في جوهره في تفاصيله هنا أقصد وليس الإطار العام في تفاصيله عما يتم الحديث حوله فيما يتعلق بالمصاري الجديد أو الإطار العام الجديد إذا الحديث يدور عن مرحلية الحل مرحلية الصفقة المرحلة الأولى التي تقتضي بإطلاق صراح الرهائن الإسرائيليين أو أربعين رهينة كما يقال ومقابل يوم لكل رهينة نتحدث عن ست أسابيع تقريبا وهذا كان مطروح في المرحلة الأولى سابقا في الإطار العام في باريس 1 الآن الجديد هنا الحديث عن أن مقابل كل رهينة إسرائيلي يطلق صراح عشرة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وحتى الآن لا يوجد ملامح واضحة لطبيعة هؤلاء الأسرى الفلسطينيين سيتم إطلاق صراحهم أثنين هذا إطار عام ماذا بخصوص العدد؟ أعتقد هو يشكل تراجع من قبل حركة حماس لأن الحديث الذي كان يدور سابقا عن آلاف الأسرة الآن هذا واضح أن حماس قدمت تنازلا في هذا الشأن وبالمقابل أيضا هناك تنازل أيضا في هذا الموضوع من قبل الوفد الإسرائيلي لأنه كان الحديث يدور عن ثلاثة كما في الصفقة الأولى عن ثلاثة مقابل كل رهينة إسرائيلي وهذا يعني أنه هناك تنازل من الطرفين في مسألة العدد ولكن حتى الآن أيضا هناك قضايا عالقة نتحدث مثلا عن عسبيل المثال الحديث عن عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله حيث حتى الآن لا زال الاحتلال يعني متصلبا ومتشددا في هذه القضية سنناقش المسألة الإسرائيلية أو الشروط الإسرائيلية مع سيد نظير ولكن في مسألة حماس أو الشق الفلسطيني السيد أنور هل يفهم من كل هذه التطورات وتسريبات بأن حماس رجعت كثيرا عن كثير من شروطها وهي تحصر ما يرجع الحديث عنه حول التفاوض الآن بمسألة الحرب الجديدة هذه لا حديث عن ملفات سابقة كالأقصى وغيرها من الملفات وحتى رفع الحصار عن القطاع هذه تلك القضايا التي طرحت في الورقة التي قدمت حماس بتقديري كان لها علاقة بمسألة رفع سقف التفاوض ولإرضاء الشارع الفلسطيني أو بمعنى لينسجم خطاب حماس بعد سبع أكتوبر أو في خطاب الذي ألقته يوم سبع أكتوبر مع المطالب التي تترحها في الصفقة وبالتالي هذه مطالب لم تكن مطالب جدية بقدر ما كان لها بعد شعبوي وبعد له علاقة برفع السقف ليقال أن حدث تقديم تنازلات ولكن عمليا المسألة المهمة هنا كان الحديث حول عملية وقف الإطلاق النار الشامل والانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وهذه قضية أعتقد أيضا حماس تراجعت عنها إذن هناك تراجع من حركة حماس وأنا بتقديري أن الأيام القادمة ستشهد قبولا من حماس للصفقة لأنه كما أشرت أيضا أنا في لقاءات سابقة مع قناتكم المؤكرة أن الميدان يفرض نفسه في كثير من الأمور الآن نحن نتحدث عن رفح وهجوم رفح له استحقاقات كبيرة جدا على الشعب الفلسطيني أولا وربما على حركة حماس ومنظومة العسكرية ولنعلم يكن سيؤثر على الصفقة أو أن الصفقة ستدار في الوقت ذاتي ستستمر العملية مثلما تسرب بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ولكن نعود إلى نقطة رفح وقبل ذلك نشك في هذا الحوار سيد نظير مجلس سيد نظير هذا فلسطينيا جعل الحديث مع سيد أنوار حول ربما تراجع حماس عن الكثير من النقاط تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي الكلي من القطاع ماذا عن الإسرائيليين بحسب المتوقع أو بحسب المسرب ما النقاط الأساسية الإسرائيلية اليوم حول عدد المفرج عنهم ومن سيفرج عنه مقابل من من الجانب الفلسطيني مرحبا بك عزيزتي وبضيفيك الكريمين وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات الموقف الإسرائيلي هو أن يظل حتى اللحظة الأقيرة حتى الدقيقة الأقيرة يضغط حتى يظهر أولا أنه لم يكن مسرحا ومتسرحا وراغبا كثيرا في التوصل إلى اتفاق لوقف طلاق النار حتى يظل حامل هذا اللقب أنه يحارب ويريده بكوة ويستطيع أن يقضي على الحماس ولكن في واقع الأمر إسرائيل تنازلت عن عدد من الأمور أيضا بأداء المفاوضات الخط الأحمر الذي كانت وضعته قد وضعته هو وقف طلاق النار هي لا تريد وقف طلاق النار والآن ستضطر إلى هدنة طويلة للأمد وسيكون خلال هدنة مفاوضات حول وقف طلاق النار النهائية وهذا أمر فيه تراجع من إسرائيل أيضا هناك قضية الأعداد صحيح أن هناك تراجع من حماس عن طلب الكل مقابل الكل ولكن هناك طلب حول نوعية الأسراء يوجد خلاف حتى الآن الوفود التي ستسافر إلى قطر للتفاوض هي تلك الوفود المؤلفة ليس من الرؤساء المنظمات الاستخبارية بل من موظفين أقل ولكن أكثر مهنية هم الذين سيحددون النقاط الدقيقة في الموضوع في نهاية المطاف في إسرائيل معنيون بالوصول إلى الأول رمضان من البيئة اتفاق وفيما بعد يكون هناك مفاوضات مستمرة ممضة وليست سهلة مع البقية الأطراف إذن عملينا نتحدث عن أسبوعين حاسمين نعم هذا هو التفاوض قبل شهر رمضان المبارك هنا انتقل الدكتور طارق إذن مفاوضات عفوا فقط أقول أنه ضغطا إلى ذلك يعني ستظل تظل عمليات الإسرائيلية عنصر ضغط في المفاوضات حتى العدد الأخير نعم فيما يتعلق بالتفاوض الحالي الذي أشر إليها سيد نظير الدكتور طارق مفاوضات في قطر ستتبع لاحقا بالتفاوض آخر في القاهرة ولكن بوفد تفاوضي تقني هذه المرة أقل من الوفد السياسي الذي كان سابقا ووصل إلى كثير من النقاط الرئيسة فيما يتعلق بصدق التبادل الأسرع ما الذي يبحث عنه الآن في الدوحة والقاهرة تحديدا من نقاط التقنية الأخيرة التي تبحث في العاصمتين أعتقد أن ما سيجري خلال الأيام المقبلة هو مرتبط بطبيعة الحال بمجموعة الخبراء الذين سيبحثون في كل ما نتحدث فيه حتى هذه اللحظة كل ما يتصرب هو أفكار مقررة يعاد تدورها أو يعاد تقدمها مرة أخرى بالنسبة لعدد الأسرة بالنسبة للإطار الزمن لتنفيذ الالتفاق بالنسبة لعملية الهدنة بالنسبة لإجراءات الخاصة بمرحلة وقف إطلاق النار وما سوف يتم خلال الأربعين يوم الأولى وبالتالي كل هذه الأمور ستحتاج حضرتك إلى نقاط رئيسة وخطوات إجرائية وتنفيذية وهذا سوف يعمل عليه الخبراء في القاهرة وفي الدوحة الانتقال من الأطر العامة إلى نقاط تفصيلية النقاط التفصيلية الشيطان دائما في التفاصيل نحن نتحدث عن إطار زمن مدته أربعين يوما بعد الأربعين يوم ربما يكون هناك أحاديث أخرى لأن الطرفين سيستثمر الوقت بطبيعة الحال في الاستعداد للخطوة التالية الخطوة الأولى من الواضح أن حتى هذه اللحظة لا يوجد قناعة لدى الحكومة الإسرائيلية برغم كل ما تشاهدين وبالمضي في الإطار التفاودي بمعنى تصرحات متضربة صحيح أن مجلس الحرب وافق على إتمام الإطار العام للصفقة لكن من الواضح أن نتنياهو وأيضا عدد كبير في أعضاء مجلس الحرب لديهم تحفظات على ما يجري بمعنى هدنة مؤقتة شبيهة بما جرى في الهدنة الأولى بصرف النظر عن التفاصيل واحد مقابل عشر أو إطار زمني مفتوحة بمعنى أن المرحلة الأولى قد تكون المرحلة الأولى والأخيرة هذا ما قد يكون مطروح بالنسبة للموقف الإسرائيلي وبالتالي أعتقد أن مفاوضات القاهرة ومفاوضاتها الدوحة مهمة للغاية لترتيب الأوضاع لتحديد النقاط فوق الحروف إلزام المفاوض الأمريكي بضرورة أن يكون هناك ضمانات معينة وشير أيضا إلى أن المفاوضات في باريس 2 تمت من خلال بعض الأفكار الأمريكية والجانب الأمريكي دخل بقوة بالمناسبة على الخط في هذه المفاوضات بمعنى ليست أفكار متبادلة من قبل حماس أو من قبل إسرائيل المفاوض الأمريكي قدم رؤية شاملة بالنقاط محددة سواء بالنسبة للإطار العام بالنسبة للإطار الزمني الذي يمكن أن تجرى فيه بل واقترحها ضمانات معينة ستكون من الجانب الأمريكي سواء بالنسبة لعملية عودة بعض النازحين إعادة تموضع ونشر بعض القوات الرقابة على ما سيجري على الأرض في تفاصيل كثيرة سيحتاج فريقي المفاوضين في القاهرة وفي الدوحة في اللقاءات القادمة إلى ترتبها بمعنى أن الإدارة الأمريكية هذه المرة في باريس 2 وضعت نقاط مهمة في هذا الإطار هي نقاط مهمة أيضا دكتور طارق ولكن هذا سؤال سيد نظير هل تملك سيد نظير هذه الوفودة والوافد الإسرائيلي هل يملك صلاحية كبيرة للوصول إلى هذه النقاط المهمة التي أشار إليها الدكتور طارق فهمي ما هو معلوم أو مسر بحسب الإعلام الإسرائيلي بأنه منح هذا الوافد بعض الصلاحيات ولكن محددة نعم منحة الصلاحيات في إطار الاتفاق العام المبادئ الذي أكره في باريس ولكن كان واضحا أيضا للأمريكيين رسالة إسرائيلية تقول أن كل شيء سيكون خاضعا لقرارة الكابينت الإسرائيلي مجلس المزاري الأمني المصغر المقتص بالشؤون الأمنية والسياسية وهو الذي يضم بنكفير وسموتريتش وقد أعلنا من الآن أنهما سيصوطان ضد أي صفقة يتم التوقيع عليها هما لا يتشكلان أكثرية الأكثرية ستؤيد نتنياهو طبعا في هذا المجال ولذلك يعني يهتاح للمفاوضين في إطار هذه المبادئ أن يتقدمها إلى الأمام لكن علينا أن ننتبه إلى الجملة الأخيرة التي تفضلت بنقلها في مقدمتك عندما تحدثت عن نتنياهو وتصريحاته للسي بي أس قال بشكل واضح ليس هناك ضمان بأن تنجح هذه المفاوضات ليس هناك ضمان لأن تستمر المفاوضات بنجاح علما بأنها ستستمر لفترة طويلة يعني بعد أن يقوم بالتقدم نحو المرحلة الأولى توجد مرحلة ثانية وثالثة ورابعة وعلى طول الطريق يوجد إمكانية لتفجير هذه المفاوضات ونتنياهو يقيس كل الأمور حسب صراعاتها الداخلية هي التي ستحسن بناية المطاق وليس موقف حماسة وموقف الولايات المتحدة أو موقف مصر وقطر نعم سيدة نور بالنسبة لإسرائيليين تمت حسابات داخلية لنتنياهو تحديدا مثل ما يقول سيد نظير مجلي ولكن فلسطينيا كذلك هناك حسابات وهناك تطورات مهمة مؤتمر أو اجتماع موسكو المرتقب إلى أي حد يعول عليه اليوم لتحقيق تفاهم ما فلسطيني فلسطيني هذه المرة أعتقد أن هذا الاجتماع يأتي في سياق المحاولات لتقريب وجهات النظر مع حرقة حماس لأنه واضح أن حرقة حماس ما زالت تغرد خارج السرب ونتحدث فلسطينيا منذ بداية الحرب منذ 7 أكتوبر لم تقدم حرقة حماس أي مبادرة لمحاولة التقام أو الوضع لم الشمل الفلسطيني بل نلاحظ أنه هناك دائما تصريحات توتيرية وآخرها كان ما صرح به أسامة حمدان أول أمس عن تشكيل حكومة تقنغراط باتفاق مع الفصائل نعم ولكن أنا أترى في المقابل أنه تمتب بعض المؤشرات الإيجابية يوسف أبو مرزوق في المقابل قال أن الحركة غير معنية بإدارة غزة أو بحكم غزة وإن كان تحدث عن السلطة الفلسطينية أو على منظمة التحرير قال يمكن أن دخول منظمة التحرير ولكن بشروط الحركة هذا موقف ليس جديدا عن حركة حماس دائما حركة حماس عندما تريد أن تتهرب من استحقاقات الوحدة الوطنية واستحقاقات لمش جملة الفلسطينية دائما تتحدث عن عملية الإصلاح وتضع شروط من الصعب تحقيقها في ظروف استثنائية التي نعيشها الآن وهي عمليا كلمة حق يراد بها باطل هي مصلح منظمة التحرير مطلب الجميع وهي ضرورة وطنية فلسطينية ولكن لها سياقاتها الخاصة ولها سياقاتها العامة أيضا في إطار الظروف الإقليمية والدولية التي تسمح بهذا التغيير وهذا الهاجب الآن مطلوب وتحدث الرئيس أبو مازين أكثر من مرة والقيادات الفلسطينية وحركة فتحان أهمية انضمام حركة حماس لمنظمة التحرير ولكن وفق يعني مصارات مصار واضح وهو الاعتراف منظمة التحرير كمثل شرعي واحد للشعب الفلسطيني والاعتراف بقرارة الشرعية الدولية والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير والالتزام بها وبالتالي في هذا الشأن لم تبادر حركة حماس إلى أي من هذه الأمور أو لم تبدي حسنية في ذلك عمليا فيما يتعلق باجتماع موسكو في 29 من هذا الشهر أعتقد أنه يعني لن يكون المؤشرات المقدمات لهذا اللقاء غير مشجعة إذن هو سيكون أنا من وجهة نظري قد يكون نقاش عام قد يفضي إلى نوع من الحوار ولكن لن يكون هناك نتائج جدية أو نتائج سريعة فيما يتعلق بحكومة التقرقلات وما يتعلق بدخول حماس لمنظمة التحرير أو بقيام حماس بمراجعة ذاتية ومراجعة استراتيجيتها ورؤيتها اتجاه التعامل مع القضية الفلسطينية والتخلص من امتداداتها الإقليمية التي تعود تضر بالقضية الفلسطينية مطلوب من حركة حماسة الآن أن توطن نفسها بمعنى أن تكون رؤيتها وطنية فلسطينية خالصة وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال دخول منظمة التحرير الفلسطينية وأن تتخلى حماس عن مشروعها الموازي وأن تدرك حماس أن الوقت التوقع يختلف تماما الشرط الأساسي لإدراج حماس في المنظومة الوطنية الفلسطينية هو أن تكون موطنة ربما هناك من يقول بأن حتى السلطة الفلسطينية التزمت بكل هذه الشروط التي تحدثت عنها حتى السلطة الفلسطينية سلطة وطنية تعني البلاد أو تعني فلسطين ومع هذا تصر إسرائيل على رفضها على إدارة أو على رفض إدارتها للقطاع كما تطالبها الولايات المتحدة الأمريكية بتعديلات إذن ما السقف الذي يمكن أن تقوم بحماس وسيكون مرضي بالفعل للأمريكيين ومقنع للإسرائيليين أنا هنا لابد من أن نكون واقعيين وموضوعيين في تناول هذه المسألة نحن أمام عدو أمام حكومة متطرفة متشددة في غاية التطرف رئيس الوزراء نتنياهو هو من أعتى المتطرفين ويتبنى وجهة نظر ورؤية سياسية قائمة على تبنيه لنظرية الحسن وإن كان لم يتحدث بهذا المصطلح بصراحة ولكنه منذ أن تبوأ أول منصب لها قرأي رئيس الوزراء عام 96 وهو يسعى لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية كعنوان للشعب الفلسطيني معترف به وكان يسعى باستمرار لهدم كل ما نتج عن اتفاقية أوسلو وهذا تحدث به بصراحة نتنياهو ولم ينكره وكما نعلم الولايات المتحدة الأمريكية على طوال الفترة الماضية الإدارات المختلفة كانت تحاضنة أساسية لإسرائيل ولم تمارس بل بالعكس كان هناك تقاطع بين الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية ولم تبدي الولايات المتحدة أي محاولات لتغيير الواقع إذن القضية الأساسية التي يجب أن نفهم في هذا السياق أن السلطة الوطنية والحفاظ عليها هو جزء من النضال الوطني الفلسطيني ويجب أن نفهم هذا الأمر كذلك المرقف نتنياهو الآن عندما يتحدث لا فتحستان ولا حماسستان هو يدرك ما يقول هذه الحكومة ذاهبة باتجاه تصفية القضية الفلسطينية هل ما زال مطروحا هذا الحديث دقيقة بس في نصف دقيقة مفضل ولكن الآن ما يجعلنا نتفاعل قليلا هو أن هناك تحول جدي في الرأي العام الدولي وفي المنظومة الدولية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه آلية معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هذه مسألة المسألة الأخرى فيما يتعلق بالعمل وجهة نظر حماس أن السلطة لم تقدم شيئا وأن المفاوضات لم تقدم شيئا دعينا نتحدث وبصراحة أن الخيار السياسي الخيار السلمي ولم يأخذ له فرصة حقيقية بمعنى لم يكن هناك إجماع فلسطيني وهذه النظرية التي راهن عليها نتنياهو في استدامة الانقسام الفلسطيني وهذا حوار فلسطيني فلسطيني معقد بالتكيد السيد أنور ولكن دعني فقط أعود إلى مسألة الشقة الإسرائيلي باعتبارا نتحدث عن سفقة محتملة لوقف النار في غزة ولوقف أي عملية محتملة الآن في رفح معنى نتنياهو يقول بأن العملية ربما ستتم بصرف النظر عن هذه السفقة أعود لسيد نظير مجلي هنا في مسألة حكومة تكنقراط فلسطينية حكومة جديدة في مقابل تعديلات في السلطة فلسطينية ومؤشرات عن موقف لحماس يتعلق بهذه السلطة فلسطينية الجديدة هل مازال الحديث الآن داخل الأوساط الإسرائيلية حول شروط تتعلق الفلسطينية التي يمكن أن تدير غزة تعم إسرائيل بالقيادة الحالية لا تريد قيادة فلسطينية موحدة وكل ما يجري من صراعات داخل القيادة الفلسطينية من كل الفصائل وأكبر خدمة تقدم لإسرائيل حتى الآن لا يتجري قراءة جيدة للسياسة الإسرائيلية في الشارع الفلسطيني ينظرون إلى إسرائيل فقط كعدو ولا ينتبهون إلى أن هذا العدو يستفيد أخطال في بعض الأحيان القيادات الفلسطينية اليوم يبنون على هذه الخلافات الفلسطينية عندما يحدثون عن حكومة التكنقراط ويرون أن هناك خلافات جوهرية في داخل المجتمع الفلسطيني بشأنها يغتحون قليلا هم لا يريدون أي تعكومة لا يريدون أي تعبير عن أي نوع من الاستقلال الفلسطيني في مواجهة السياسة الإسرائيلية وخصوصا أن هذا اليوم النهضة في الرأي العام العالمي لدعم القضية الفلسطينية هذا كله من الممكن أن يتبدد إذا لم يظهر الفلسطينيون بطريقة تبين الاحترام لقضيتهم وللضحايا الهائلة التي دفعت وستدفع في هذه المعركة ذلك ما يجب أن يتغير في الشارع الفلسطيني وهذا يكون أفضل رد على سياسة اليمين المتطرف في إسرائيل وتغيير الخطاب الفلسطيني تماما نحن بحاجة لخطاب متواضع أكثر كل يتنازل للآخر كل يعطي للآخر أن يتقدم إلى الأمام المهم أن تقدم القضية الفلسطينية توجد حاجة لتغيير الخطاب الفلسطيني إذا هذا الوضع نعم هذا فيما يتعلق بالعلاقات الفلسطينية الفلسطينية والتفاوض الداخلي والمصالحة ولكن دائما فيما يتعلق بصفقة بدل الأسرة وفي بالعملية المحتملة في رفوح ننتقل لدكتور طارق حينما يتحدث نتانيهو صراحة بأن اتفاق هنا لن يؤدي إلى تأخير العملية العسكرية في رفح لا يتحدث فقط عن إنهاء هذا الاحتمال ولكن مجرد التأخير ينفيه ألم يكن أو لم يكن شرط وقف عملية رفح من الشروط الأساسية المطروحة في كل المفاوضات التي كانت في الدوحة أو في القاهرة أو في باريس اسمح لي أن أشير إلى بعض النقاط المهمة في هذا السياق وجزء منها هو مرتبط بطبيعة العملية العسكرية وتصميم رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو في المضي بتنفيذ العملية إلى مراحلة الأخيرة بدون الوصول إلى رفح كما يرى هو وعدد من يعني أعضاء مجلس الحرب بأنه لن تتم العملية بسرعة أو بأخرى حتى لو استمر استمرت الأمور لعدة أشهر يعني الحديث هنا ليس حضرتك عن صفقة كاملة أو دفع واحدة كل التفاصيل التي نتحدث عنها هي مرتبطة بمراحل والمراحل في أي لحظة يستطيع نيتنياهو أن يتنصل منها وبالتالي لا توجد ضمانات مؤكدة لهذا الإطار هو يشتري الوقت قولا واحدا حضرتك في هذا السياق أولا نتيجة لحالة الضغوطات الأمريكية بعد عدة أشهر ستدخل الإدارة الأمريكية إلى دائرة العملية الانتخابية وستنشغل كثيرا الأطراف أيضا يعملون على أبعاد مختلفة سواء الوسطاء هنا أو هناك وبالتالي هو يراهن على كثير من الأمور بالإضافة أيضا إلى استمرار حالة الانقصام الفلسطيني بصورة كبيرة في تأدير الشخص لوقت للحديث الآن عن حماس وفتح وكل ما يتحدث فيه الأشقاء الفلسطينيين القضية الآن مرتبطة بوحدة الصف الفلسطيني كيف تتم كان هناك حوارا وطنيا جرى في مصر وجرى في الدوحة وكانت هناك حوارات وطنية الذهاب إلى موسكو الاعتبارات موسكو تريد أن تناكي في السياسة الأمريكية وتبحث عن مصالح مضيعة للوقت أن نذهب هنا أو هناك القضية الرئيسة هنا هو توحيد الموقف الفلسطيني ربما تغيير الحكومة الفلسطينية في هذا التوقيت وهناك طبعا أخبار مؤكدة حول هذا الأمر ربما تأتي حكومة تكنقراطية لديها إمكانات وقدرات وحد الصف الفلسطيني واسمحي لي أن أقول بدون أي رتوش أن الخيارات تضيق في مواجهة حركة حماس حماس ليست لدي خيارات سيدتي كثيرة وبالتالي بعيدا عن أن نزين الكلمات لا يوجد خيارات عديدة أمام حركة حماس للاستمرار في إدارة المشهد وأيضا السلطة الفلسطينية في حاجة إلى ترتيب أورقها وإعادة تقدمها للرأي العام الدولي صحيح أن السلطة سلطة مسؤولة والقيادة الفلسطينية سلطة مشروعة شرعية لها كل الحضور الدولي لكن إعادة ترميم الداخل الفلسطيني أمر مهم كي لا نعطي زريعة لإسرائيل أن تتحدث عن شعبين غزة هنا وضفة هناك ونتحدث أيضا عن حكومتين وإرادتين وعناصر المقاومة وعناصر السلطوية وغيره هذه التفاصيل ستؤخر ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه ليس لدينا رفاهة الوقت بالنسبة لحركة حماس حماس في مأزق وأكرر السلطة الفلسطينية عليها أن تكون بدورها في هذا التوقيت وأن لا تنشغل كثيرا بقضايا شكلية إعادة ترتيب وضعها الداخلي السلطة سلطة قادرة على هذا خصوصا مع تحدث الدول الكبيرة في الإقليم وأيضا الولايات المتحدة والأوروبيين عن فكرة حل الدولتين وإعادة تقديم والاعتراف بالدولة الفلسطينية هذا هو الأهم وليس أن التحدث فيه أمور يعني عفى عليها الزمن سواء بالنسبة للأولى وقت ومع هذا الحوار الداخلي ومع هذا الحوار الداخلي وإصلاح منظمة التحديل الفلسطينية نعم أعتقد الحوار الداخلي مطلوب لكن الآن العالم يتحدث عن دولة فلسطينية يتحدث عن اعتراب بشكل الدولة وإطارها فكيف سندخل في منعاطفات حضرتك جزئية تعطل ما يتحدث فيه الدول الكبرى وتتحدث فيه الدول المعنية وننشغل بقضايا داخلية نجري في موسكو أو نجري في أي عاصمة أوروبية هذه أمور أعتقد ستؤخر كثيرا من وحدة الصف وستعيد الخطاب الفلسطيني مرة أخرى للانقسام مع التأكيد على أن كل الشرعيات منقوصة في الساحة الفلسطينية ولا أحد يحدثنا عن شرعية تحظى بدعم الرأي العام الفلسطيني الداخلي شكرا جزيلا لكم جميعا من القاهرة كنت معنا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي ومن الناصرة الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الإسرائيلية ناظير مجلي وكان معنا من رامالة الكاتب المحل السياسي أنوار رجب شكرا